نروح للأستاذ مطاوع مطاوع هو اللي هيبقى خطير النهاردة مش ألم إنه النهاردة عنوان للأستاذ مطاوع تدريبات فريرة أزمة في الزمالك واللاعبين تائهين في الملعب نعم نحن نريد أن الأمور تتحسن في الزمالك يعني نتمنى أن الأمور تتحسن في الزمالك أكيد بس الأمور داخل قطاع القرى ليست على أفضل حال داخل نادي الزمالك خلينا أتكلم أن لعبة الزمالك تائهين في الملعب حرفيا ممكن شوفنا ده في مطش التراجي الأخير اللعيبة ما فيش أي تعليمات بتمركزات داخل الملعب فريرة الفترة الأخيرة كلها كريم تدريباته عبارة عن الإطالات والإحمقات اللي بتبدأ في الأول وبعد كده تقسيمها بدون أي تدريبات فنية وده مخلي اللعيبة في حالة غضب شديدة يعني طب إيه اللي هننزل نعمله في الملعب إيه اللي هننفزه ما فيش إراية للمنافس قبل أي مباراة إيه التكلفات اللي هنعملها كل الأمور ديت يعني حتى المحليني الأداء بيدو له تقارير ولكن فريرة يعني بعيد تماما مع الزمالك في الفترة دي ويعني خلينا نسبق بالأحداث شوية ونقول إن فريرة قد تكون مباراة التراجي يوم سبعة ثلاثة هي المباراة الأخيرة لفريرة مع الزمالك ولكن في حالة اتخاذ القرار بمعنى إيه؟ في حالة اتخاذ القرار يعني إيه؟ بمعنى إيه؟ وإحنا رجعين في الطيران برج بدأ الكلام كنا مع الزمالك في بعثة تونس فنحن رجعين بدأ الكلام بشكل جدي جدا عن انتهاء عهد فريرا مع الزمالك في حالة غضب من اللعيبة وفي حالة غضب من مسؤولين داخل النادي عن مستوى الزمالك وتراجع المستمر وان بعد ثلاث جوالات مش قادر يعني باخلاف انك مخدش غير نقطة واحدة مش قادر تجيب جون واحد حتى الآن ناس حتى الآن الزمالك تلقت شباكه ثلاث أهداف وما أحرص أي هدف فده عمل ألأ كبير بالنسبة للناس وفريرا بقت كل تصرحاته عبارة عن مسكنات مفيش أي أمور جدية أن يقدر يتكلم فيها فبدأ الكلام والنهاردة في الاجتماع اللي كان من دقايق يعني بدأ الكلام اجتماع مجلس الإدارة اجتماع مجلس الإدارة عن رحيل فريرا ولكن انتظارا لمباركة طرار التونسي طرحوا فكرة رحيل فريرا الطرحت بقوة جدا وشايفين أن الأمور صعبة وفي حالة أن الزمالك تغلب أو أي نتيجة سلبية يوم 7-3 فده معنى أن الزمالك خرج من دورة أبطال أفريقيا الزمالك في الدور المحلي بيعاني بشدة في المركز الخامس ممكن أسألك سؤال؟ فريرا لما قدرت النادي خلت قرار برحيله ثم عودته مرة أخرى ما تكلم في اليومين ليه رجع تاني؟ عشان ما كانش فيه فلوس ندفع الشرط الجزائي ودلوقتي؟ مفيش فلوس برضك تدفع الشرط الجزائي ما هو ده بقى دي النقطة اللي هما بيتكلموا فيها واللي مش عارفين يوصلوا على الحال هل هيبقى فيه اتفاقات مع الراجل أنك تقدر نستنى نقصت لك المبالغ كل الأمور دي كان فيها كلام ولكن طبعا كان كلام الأمور الإدارية وتسيير أمور النادي في حاجات تانية أكتر خاصة أن الزمالك عنده لقطة مش قادرين يحلال حد الوقتي النزمالك يتقدم بطلب لنقل مباراته من برج العرب للقاهرة أو ملعب الدفاع الجوي وحصل على الموافقات من مسؤولي بيرامدز لإقامة المبارات في ملعب الدفاع الجوي فالناس عايزة يبقى فيه تواصل عشان يقدروا يقدموا خطابات للاتحاد القورة أو الشركة المسؤولة في الكاف لكن ما فيش أي تواصل فده دايما كان النقطة الأهمة في داخل اجتماع نادي الزمالك النهاردة أننا نحاول ننقل المباراة عشان يبقى فيه جمهور يقدروا يروح ونعمل دعم زي اللي كان موجود من جانب جماهير التراج في المباراة لو الزمالك لقى في أي مكان في مصر هل جميلة تروح للمباراة هما بيحاولوا يسهلوا الأمور شوي على الجمهور طيب